يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونه على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائل المصرية أهلاً بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا فسنة وصباح الفلة على كل المصريين وعلى كل أهلنا اللي في الصعيد وخصوصاً اللي في محافظة البناء أنبارح كان فيه يوم من الأيام الجميلة جداً اللي كلها طاقة إيجابية وتفاؤل وخير وأمل لأهلنا في المينيا والكل المصريين الخير ده كان لمحافظة المينيا لأنه كان فيه افتتاحات رئاسية لعدد كبير من المشروعات التنموية اللي بتساعد في تحسين معيشة المواطن المصري في صعيد مصر عد يا سيدي عندنا مثلا كان افتتاح المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي كمان أيضا كان عندنا افتتاح مراكز تجميع الألبان في محافظة المينيا كان عندنا افتتاح المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي في المينيا الجديدة وكان عندنا أيضا افتتاح مصنع تدوير المخلفات البلدية في تولة الجبل بمركز ملاوي وغيرهم من المشروعات اللي حتسهل حياة الناس هناك وحتقدم قيمة مضافة حقيقية لأهلنا في الصعيد كمان بريحي مصطفى كان في حزمة من القرارات المهمة جدا وتوجهات فورية من سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة واللي بتتعلق بتحسين دخول العاملين بالدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه شهريا كمان زيادة المعاشات بنسبة بتصل لـ 15% وده اعتبارا من أول إبريل القادم ورفع حد الإعافة الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا ده غير كمان زيادة قيمة الدعم لمستفيد برامج تكافل وكرامة بنسبة بتصل لـ 25% شهريا صحيح وخلينا أقول أن كل القرارات دي بالتأكيد هيكون لها صدى واسع عند قطاع كبير من المواطنين المصريين ليه؟ لأن هي بتمثل مظلة حماية اجتماعية بتخفف من أثار الأزمة المالية العالمية اللي بيعاني منها العالم كله وخصوصاً لما نتكلم عن أصحاب المعاشات اللي حصلوا على 15% زيادة من قيمة المعاش الشهري وكمان أيضاً 25% للمستفيدين من تكافل وكرامة كل الكلام ده بيؤكد حرص سيادة الرئيس على الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية وأيضاً على حماية الأسر المصرية حقيقة مصطفى يعني في الحقيقة أنه التوجيهات دي كمان بتأكد أن الدولة المصرية بتتعامل وفقاً لسياسة واحدة إيه هي السياسة دي؟ أن المواطن أولاً المواطن في قمة أولويات الحكومة سواء من خلال تواصل العمل في المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات حياة كريمة وزيادة الأجور وزيادة مخصصات الأسر الأولى بالرعاية هنتكلم بالتفصيل عن كل القرارات دي وحزمة القرارات المهمة التي اتخذت مبارح في خلال الحلقة النهاردة هنتكلم عنها كلها جمعة مباركة على حضرتكم وأهلاً بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة